الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فالناس حضرت واستمعت إلى قرار وزير الإرشاد والأوقاف وشؤون الدينية في البلاد في السودان وخلاصة القرار قال بعد ما رسل لوزارة الصحة وأفته الأطباء والجهة المختصة بأن المرض ينتشر بالتجمعات وبالموكيت وبكذا والآن المرض وصل لمرحلة الانتشار المجتمعي فالخلاصة كلامه وكان واضح أن الناس ستترك المساجد من الجمعة والجماعة يعني الصلاوات الخمسة وكذلك الجمعة على أن يودوا في البيوت في أوقاتها والمؤزنين يكتفوا بالسنة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم كما في رواية فالقرار هذا قرار صحيب وقرار صحيح والناس ما تنظر له نظر سياسي وإنما ددين الإسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام أي حاجة بالضر المسلم منعه فقال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار من ضرر ضرره الله ومن شاق شاقه الله وحتى الإنسان البياء كل توم وبصل أو في راه عفنة لأنه بضر الناس منعه فأي حاجة فيها ضرر النبي عليه الصلاة والسلام منعه فمنع هذا صاحب التوم والبصل من الإثيان إلى المسجد فكيف بالمرض الخطير المرض الوباء العظيم وهذا الابتلاء الكبير الأصابة الأمة الإسلامية فده لا شك أنه أولى وأحرى بالاهتمام وإنه أشد ضررا من الأكل التوم والبصل وغيره 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 فالناس تستجيب إلى هذا القرار ونحن والله وكفين مع القرار ده لأنه ده الدين وده الشرع ونحن ما عندنا أي علاقة بالسياسة الحمد لله رب العالمين لا مع ديل ولا مع ديك لأنه مع الكتاب والسنة وكلامه ده بوافق القرآن وبوافق السنة أما القرآن فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فطعت ولي الأمر في الشيء ما فيه معصية لله طعتوا أجب بالمناسبة كما أفتى بذلك العلامة ابن عثيمين وغيره من العلماء سلفا وخلفا فهذا الأمر أفتى فيه جميع العلماء لام بالمناسبة علماء المملكة العربية السعودية ومصر وغيره كلهم أفتوا أجمع على هذا الكلام فالناس ما تركب رأس وتقول لا وده منعي للصلاة ده ما منعي للصلاة أنت صلي في وقتها لكن صلي في البيت لأنه ده عزر شرعي صحيح واعلم إنه صلاتك في البيت ربنا حيديك نفس الأجر الصلاة لحتمشيها في المسجد بل وأعظم لأنك كفيت نفسك عن الضرر أو كفيت غيرك عن الضرر إذا كنت هيتم مصاب فإن شاء الله أجرك حيكون أعظم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم